السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا رب تكونوا بخير وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من اللعبة الرائعة Top 4 Battle Game إذا كنت مقاتل صنديد أو ميكانيكي خبير فهذا الفيديو للك بتمنى تتابع الفيديو للآخر يلا بنا إذا بدك تختم مثلا المقاتل الصنديد أو الخبير الميكانيكي تحتاج لسبعة آلاف ومائتين قطعة من قطعة مقاتلة النخبة أو التروس الميكانيكية تحتاج سبعة آلاف ومائتين هلا أنا عندي أربعمية وثمانة وعشرين يعني لسه في عندي كثير لازمني كثير لحتى اختم هذا القسم وما بنعرف بالمستقبل شو رح يعطونه بالمستقبل حاليا نحاطينه قيد التطوير يمكن بالمستقبل توصل للعشر تالاف قطعة ما بتعرف فأنا شو بدي أعمل بهاي الحالة بدي أدور عليه وسائل أنه بحصل فيها على هاي القطع قطع المقاتلة النخبة أو التروس الميكانيكية ففي كثير طرق في كثير طرق يعني تمكننا من الحصول على هاي القطع في قطع مجانية عفوا طرق مجانية وفي طرق مدفوعة أكيد طبعا إذا تدفع يعني ترتاح يعني الطرق المجانية الباقي يعني فيه طرق بدي أشغل بدك التابع التابع وتشتغل عليها لحتى تحصل على هاي القطع أو التروس وفي طرق يعني فورا يعني ما بده حتى التعب أول شي عندك إذا بدك تصل على القطع المجانية عفوا القطع وين القطع المجانية وين صرت وين صار الفكري أنا طبعا هاي مو مجانية هاي تتمد على الألماس اللي عندك اللي هي قسم الباحثون العظماء أول ما تدخل عليه كنز العالم أنت وحظك يمكن يطلع لك حدن وحاط مثلا صناديق يمكن يطلع عندك صندوق مواد التخصص بواحد من هاي المتاجر أكيد رح يكون عليه يا أما خصم 20% يا أما خصم 50% يعني 100 أو 200 جوهرة أنت وحظك يعني نجي ندور بهذا الشكل اللي يمكن يطلع عندنا يمكن ما يطلع عندنا صندوق مواد التخصص اللي رح نستبدله بالتروس أو قطع مقاتلين نخبة بهذا الشكل تدور يعني أنت وحظك يمكن يطلع لك يمكن ما يطلع لك أنا ما لي حظ ما يطلع لي فأنت دور بهذا المتجر يوميا المتجر يتحدث كل مرة عندك ثاني شيء الامدادات حدث الامدادات احتلال البرش كمان بس بعدين الامدادات عندك هذا الحدث هذا الحدث مبادلة الامدادات مثل ما تلاحظ هذا الحدث باقيله وأنا عندي باقيله يوم يوم تقريبا يعني تحصل على هذه الامدادات وتبادلها بهذا الصندوق صندوق مواد التخصص من هذا الحدث فانتبه على هذا الحدث تحصل على هذا الصندوق المواد التخصص لأنه رح يلزمك كثير 7200 قطعة يعني مو سهلة يعني وكمان إذا مثلا كان عندك الحطام لفل اثنين أو ثلاث رح يطلع عندك صندوق التخصص وكمان عندك من قسم حدث الصواريخ احتلال الأبراج أبراج الصواريخ إذا مثلا كان كان ترتيب التحالف عندك إذا كان ترتيب التحالف بين المس والخامس رح يجيك ثلاث صناديق هاي تعتمد على قوة التحالف طبعا فانت وحظك إذا كان تحالف قوي يعني احتمال يعني إذا كان ترتيب واحد رح تحصل على 20 20 صندوق تخصص صندوق مواد تخصص من هذا الحدث إذا كان تحالف قوي هذا بالنسبة للأحداث مثل ما حكيت لكم عن طريق تحدي الإمدادات مثل ما حكيت لكم عن طريق حدث الإمدادات رح تحصل على صندوق مواد التخصص وعن طريق الحطام إذا كان لفل 2 أو 3 كمان رح تحصل على صندوق التخصص وعن طريق احتلال أبراج الصواريخ طبعا إذا كان تحالفكم يعني قوي إذا كان ترتيب تحالفكم من المستوى 5 لليفل 1 طبعا إذا كان تحالف قوي أنت محظوظ يعني إذا من كل حدث تحصل على 20 صندوق الروح على الطرق الثانية والطرق السهلة اللي ما بتتطلب جهد اللي ما بتتطلب منك جهد ولا تتطلب منك وقت ولا بتتطلب منك هل أنسي تقول لكم شباب الأحداث لا تنسوا لا تنسوا تراغبوا الأحداث الأحداث اللي حكيت لكم عنها تعالوا على تقويم الأحداث شوفوا مثلا اليوم عندنا الثلاثة هون حدث الطيارين يعني ظل اليوم الاثنين عندنا هذا حدث كشف المستور الثلاثة والأرباء الخباز الماهر كمان الثلاثة والأرباء ينتهي الأرباء إن شاء الله والهدايا هذا حدث الهدايا ارو عليه هذا كمان باقي له يوم يعني بكرة ينتهي تقويم الأحداث لا تنسوا تقويم الأحداث هاي كمان الذاكرة امتلت عندي يا عيني هون عندك مثلا مبادلة فترة محدوثة محدودة مو محدوثة الكنزة المحظوظ رح يجي يوم الجمعة والسبت والأحد هذا هو حدث احتلال الأبراج احتلال الأبراج رح يجي يوم الاثنين مثل ما شوفوا صندوق موالد تخصص بتكم بتكم تراقبوا الأحداث يعني لوحة تقويم الأحداث بتكم يوميا تراقبونه إذا مثلا بتكم تجمعوا هاي الصندوق وهون كمان احتلال الأبراج اليوم يعني هذا اليوم آخر يوم يعني بدك اليوم الاثنين الجاي لحتى بدك تنتظر اليوم الاثنين الجاي لحتى يجي هذا الحدث مثل ما حكيت لكم اخواني هاي هي الأحداث لا تقولوا انه انه ما أفدتنا مثل ما قلت لكم هاي هي الأحداث وهذا التقويم استعمل الأحداث عفوا استعمل التقويم لتعرف ام تجي ام تجي الحدث واشتغل على الأحداث وان شاء الله رح تحصل صندوق كثير من هاي صندوق مواد التخصص تمام اخواني نروع على آخر شي وأسهل شي عنه هون عندك هاي بالطريقة المدفوعة في حدث كمان يجي احداث تيجي كمان فيها طرق مدفوعة حتى تحصل على هاي الصندوق فكثير من الشباب أنا متأكد مية بالمية انه كثير من الشباب ما بيحبوا يشحنوا فكيفك يعني اذا تحب تشحن اشحن يعني كيفك اذا الله رزقك وتحب تشحن اشحن انا ما اقول لك لا تشحن آخر شي عنا اللي هو متجر الفيلق هذا متجر الفيلق من وين نجي بالعملة العملة تبعتو من عند المهمات هاي هي المهمات هاي المهمات تعمل يقول لك مثلا يجمع النفط مثلا بناء 16 القواعدة البرية مثلا وكذا وكذا مثلا تبني 16 قواعدة برية بهذا الشكل تجي هيك وتدمرها وتتم المهمة يعني هما بدهم يعني 16 قواعدة برية تدمرها تخليها بكيفك وتحصل على هاي العملة هاي العملة مهمة فاجباري بدك تشتغل على هذا الحدث اجباري 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 هذا هوو مثلا ما تشوفوا يعطيك هذا ترس ميكانيكي وهذا ترس ميكانيكي اذا مثلا أنت انت في الخبير الميكانيكي يعطيك ثلاث تروس ميكانيكية وإذا انت مثلا بمقاتلي النخبة يعطيك ثلاث بطاقات مقاتليها يعني يعطيك خيار ثلاثة وهن سعطع لك صندوق المواد التخصص كمان يعطيك صندوقين يعني اذا تحب مثلا تختار تروس ميكانيكية او بطاقات مقاتلين نخبع لكيفك فهذا القسم بدي اياكم يا شباب انه لا تشترو شي بهذا القسم شضايا كيت كيري اذا ما عندك كيت كيري اشتري عشر شضايا تقدر ترقيها وتطورها بالشضايا العادية شضايا البلفسجية فما يزمنه تشتريها كل يوم من هذا المتجر ليش لانه راح تحتاج لهاي العملة هاي العملة عملة الفيلق لحتى تشتري فيها التروس والبطاقات النخبة في قطعتين مهمة هاي القطعة مهمة هاي القطعة ما راح تلاقيها الا بهذا القسم ما راح تلاقي القطعة هاي الا بهذا القسم هاي القطعة بشوه عمله عفوا هون بمركز التصنيع عندك هاي وقود الدبابات هاي مثل ما تقول يعني مشابهة للفخاخ بالالعاب الثانية مثل لأبة انتقام السلاطين ولأبة الفاتحون والعاب الثانية الاستراتيجية يعني هاي شغلتها مثل شغلة الافخاخ فاذا بدك مثلا هاي القطعة تشتريها بس اذا ما لازمتك لا لا تشتريها خلي خلي العملة هاي راح تلزمك لحتى تشتري فيها تروس وبطاقات مقاتلة النخبة البحث الغامض هاي تلزمك بشغلة واحدة اللي هي الخبير تطوير الخبير هاي القطعة تقدر تجيبها من عند الرادار اذا تقدر تجيبها من عند الرادار ما يلزم تشتريها من هذا المتجر فبدي اياكم تقتصدوا بدي اياكم تقتصدوا بهذا المتجر لحتى تقدروا تشتروا التروس او قطاع النخبة اي اختصاص كنت مثلا صنديد او ميكانيكي بدي اياكم تقتصدوا بهذا المتجر ما تشتري غير التروس والبطاقات النخبة مثلا اذا كنت مقاتل صنديد وهذا الصندوق هاي القطعة اللي اسمها البحث الغامض تلاقوها بالرادار بمهمات الرادار تلاقوها وهاي القطعة كمان مهمة اللي هي رسومات دقيقة عشان تصنعها بخخ بس اذا ما بتلزمك لا تشتريها اذا انجبرت تشتريها تشتريها هاي هي مثل ما شوفوا اخواني يعطيك يوميا تروس او بطاقات نخبة يعني تقدر تحصل خمسة مع الصندوق هذا مع الصندوق المواد التخصص تقدر تحصل خمس شغلات من عفوا خمس قطع من هذا القسم نخبة او تروس يعني حسب الاختصاص وانت فيه نجي على مجل الاستكشاف مجل الاستكشاف يعني العملة فيه سهلة يعني تجيك يوميا عملة عن طريق هالا القاعدة الاستكشافية ما شاء الله يعني حتى غيروا شكلها يعني حطوا هاي حدثوا اغيروا شكلها صارت حلوة هاي هي العملة مثل ما تلحوا يجيك كمان جمع سريع مثلا تحب مثلا تخسر جوار علشان تحصل على مزيد من العملة كمان مو مشكلة اذا تحب تخسر اما اذا ما تحب تخسر لا تخسر بهذا القسم كمان لا تخسروا لا تشتروا يعني شغلات فاضية ما في شي يعني محرز يعني خمسين الف ذورة وخمسين الف نفط ما بتعمل شي هاي صناديق المكونات صناديق المكونات كمان تقدر تحصل عليها من القاعدة الاستكشافية تحصل عليه يوميا الاحجار يعني تصنع فيها صناديق مكونات بطاقات التجنيد النخبة فانا بدي اياكم لا تخسروا شي يعني لا تشتروا شي بهذا المتجر فقط اشتروا الترس الميكانيكي او بطاقة النخبة اذا كنتم مثلا مقاتل صندوق واشتروا هذا الصندوق مواد التخصص اشتروا هاي الشغلات كتاب المواهب مثلا اذا انت من الناس اللي شحنونه كثير وتحب مثلا تبادل المواهب بين الابطال يعني مو مشكلة اشتري لك كتاب كتابين مو مشكلة هاي هي الطرق السهلة بتجميع هاي القطع اخواني فلا تقولوا لي انه في شغلة ناقصة يعني هاي كل انا حكيت لكم عن كل الاحداث في احداث ثانية يمكن بالمستقبل تجي احداث جديدة يمكن يضيفوا فيها هاي الصناديق المواد التخصص ما بنعرف او يمكن بالمستقبل راح يضيفوا بيز انه مثلا نبدل التروس بالبطاقات النخبة او البطاقات النخبة بالتروس والعكس تماما هاي هي مثل ما حكيت لكم اخواني تحتاجون سبعة الاف ومئتين قطعة لا تقولوا لي انه صعب تجميع لا مو صعب انت اشتغل على هاي الاستراتيجية اللي قلت لك يا هاي الاحداث تابعة عن طريق لوحة الاعلانات تابعة لا تروح ولا حدث وكمان بشكل يومي عندك فرص انه تشتري هاي التروس والقطعة النخبة من متجر الاستكشاف ومتجر الفيلق بظن انه واضحة ما يزم اوضح اكتر مني اك تمام اخواني بتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله وسفدتم من الشرح اذا في شى ناقص اكتبوا لي اذا في حدث ثاني يعني يمكن في حدث ناسية اذا في حدث ثاني في حدث موجاي انا بعرف في حدث موجاي بس موجاي بها الوقت هذا كمان يجعطيك صادق التخصص في كثير احداث فاذا ما فهمت شى كتبدي بالتعليقات والفيديو اكبر عدد من اللايكات ومن النهاية بتمنينا لكم اطبيب الاوقات كام معكم اخوكم باصل من قناة محترف قيمر والسلام عليكم